إذا قيل لك ما هي شروط الرقية الشرعية فقل هي ما توفَّرت فيها أربعة شروط أولاً أن تكون باللغة العربية فلا تكون باللغة الإنجليزية أو نحوها ثانياً أن تكون مفهومة اللفظ ومفهومة المعنى فهماً واضحاً ولذا لو كان بها شيءٌ من التمتمة أو بها ألفاظٌ غير واضحة أو سُئل المرقي عليه بعض الأسئلة التي لا علاقة لها بالرقية كاسمه واسم أبيه واسم والدته ونحو ذلك فإن هذه ليست معلومة اللفظ والمعنى ثالثاً أن تكون الرقية خاليةً من الشرك ولو قل رابعاً أن يعتقد بأنها هي سبب وأن المؤثر وأن الشافي هو الله عز وجل